من جانبه أكد وزير الخارجية الصينية وانده أن بلاده ومصر ستواصلني تعزيز تنصيق والتعاون لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وشدد على أهمية تنفيذ حل للدولتين لفتح أفاق سياسية للسلام على مدى سنوات الأخيرة وتحت قيادة رئيس عبد الفتح السيسي حقق الشعب المصري إنجازات عظيمة في بناء الوطن قبل أيام فاز الرئيس عبد الفتح السيسي مرة أخرى بأغلبية الأسوات ونتقدم بالتحناء الخالصة لذلك ونثق بأن سيد الرئيس سيواصل قيادة الشعب المصري لإحراز مزيد من الإنجازات في تحقيق نحضة الأمة تصادف السناء الجارية الذكرى العاشرة لإقامة شراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر فعلى مدى عقد بقيادة من الرئيسين الشيجينبين والسيسي فتحت البلدين عهداً ذحبياً لتطور التفري للعلاقات الثنائية